مثال آخر العتبات المقدسة الشيعية ينتشر الفساد فيها بكل أشكاله الفساد المالي حدث ولا حراج السرقات لها أول وليس لها آخر الفساد الأخلاقي ابتداء باللواطي والزنا وانتهاء بكل المفاسد الأخرى في داخل هذه العتبات في داخل بناياتها ومؤسساتها ومن كبار المسؤولين فيها إذا كذبوا كلامي سأفتح ملفاتهم وبالأسماء والوثائق هؤلاء سفلة البرنامج ليس معدًا للحديث حول مفاسد هؤلاء السيستانيين هذه مؤسسات سيستانية يضرب الفساد المالي والإداري والأخلاقي الفساد بكل أشكاله يضرب أطنابه في العتبات المقدسة فضلاً عن اختطاف الأشخاص الذين يفتحون أفواههم بكلمة أو كلمتين يتحدثون عن فساد هذه العتبات يختطفونهم يرعبونهم يعذبونهم يهددونهم يهددونهم بالقتل وهناك حديث عن بعض الأشخاص فقدوا العتبة الحسينية مثلاً هناك كرفانات خلف مستشفى السفير هنا يعذب الذين يختطفون هنا جرائمهم تنفذ في هذه الكرفانات وهذا الأمر ليس مقتصراً على العتبة الحسينية وكل ذلك من دون تفويض قضائي ومن دون سلطة قانونية التفويض جاءهم من محمد رضا السيستاني من هناك يأتي التفويض لخطف الناس وتعذيبهم والاعتداء عليهم وتهديدهم باغتصابهم جنسياً مفاسد هذه المؤسسات السيستانية لا تعد ولا تحصى ولكن يكتم عليها لماذا؟ لأن السيستانية لا يجوز للشيعة أن يفضحوا الوكلاء الفاسدين هذا هو الواقع هذا هو الواقع ترجمة نانسي قنقر